مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع اهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة تانية اليوم نحكي عن شغلات جديدة شغلات غريبة اللي ما متابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون يقرأ جرس التنبيهات وطبعا يعمل شير و لايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة إذا ما حضرتوا الفيديوهات الراحة والفيديوهات الجاي تابعوني أكيد لازم تحضروها وفيه شغلة مهمة كتير كتير عمد أحكيها إنه فيه أكتر من 70% من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبيتابعوا القناة فاشتركوا عشان تدعموني ويا الله نبتا مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع اليوم بدنا نحكي عن الكمامات حكينا عنه في فيديو سابق حكينا عن أنواع الكمامات اللي ممكن تستخدمها ولتقيق من الكورونا اليوم حنحكي عن شغلات أكتر للأسف ناقوس الكورونا دق في أوروبا إيطاليا الآن في مئات الحالات الشرق الأوسط حالات كثيرة الناس كتير مهتمة في موضوع الكمامات عملتنا فيديو سابق وعلي عدة أسئلة حنسوي اليوم أهم طرق الحماية من فيروس الكورونا ملخص حنحكي بالشغلة الثانية أجوبة عن الأسئلة اللي إجتنا على فيديو الكمامات والشغلة الثالثة كيف تصنع كمامة في البيت إذا ما قدرت تشتري كمامة تابعوا الفيديو كامل لأنه فيه شغلات كثير مهمة خلينا نبدأ بالأجوبة لأنها فيه كثير أسئلة مهمة إيجتنا في أحد المتابعات رضاك رضاك ربي حك كتبتنا عند البلاء يجب قراءة السبع آيات بعد صلاة الصبح بارك الله فيك يا أختي وشكرا لك قل لني يصيبنا لما كتب الله لنا أكيد إحنا مؤمنين ولازم نتبع الحالة النفسية كمام مهمة جدا في سؤال تعليق من أخت أموت مختنقة بهالماسك اللي عملته طبعا عملنا ماسك إحنا في هذاك الفيديو هنعمل ماسكات ثاني اليوم كان صعب جوي بس يعني لازم نحمي نفسنا شكرا إليك كل أشك يبدل الـ 950 هذا سؤال مهم وانسألته أكثر من مرة في ناس بيعتبروا هذا الماسك يلبسه أسبوع وسبعين لا يا جماعة الماسكات بشكل عام كلها one time use يعني أنا ألبسته مرة واحدة سواء هذا الماسك الـ N95 مرة واحدة بس تشيله عن وجهك لازم تكبه أو لما يتبلل من الداخل هذه الشغلتين مهمات إذا تبلل خلاص لازم تكبه أو إذا شلته عن وجهك لازم تكبه ما تلبسه مرة ثانية فلكن في حالات اللي عم بتسير في نقص في عدد الماسكات ممكن نحكي عن هذا الشيء الكمامات في العراق غلط في الآوين الأخيرة نعم في كل العالم مش بس في العراق في كل العالم في فقر في الكمامات أنا كنت أشتري الكمامات بشكل عام على الأمازون كان سعرها خمستاش عشرة دولار القلب اللي فيها مئة كمامة الآن حوالي مئة وخمس وخمسين دولار ففي فرق كبير بالأسعار دكتور من وين نشتريها؟ طبعاً إذا وجدتها في السوق أو في الصيدليات أو عند بائعين الأدوات الصحية فهذا جيد إذا ما وجدتها ها بدك تعمل ماسك طيب وليش مرة واحدة نلبسها وأي صناعة لهذه الكمامة أجين الكمامات في كتير أنواع في سؤال كان من الأسعار شو الفرق بين الثري ام والن الان ناين تي فايف الان ناين تي فايف اسم الكمامة يا جماعة اسم نوعها الثري ام هو الشركة المصنعة في شركات كتير مصنعة للان ناين تي فايف أحد هادي الشركات ثري ام ففي فرق بين ثري ام والكمامة ليش مرة واحدة نلبسها؟ لأنه عادة بس أنت تشيلها بكون المايكروبات على الخارج فمنوع تلمسها مرة ثانية وهي بشكل عام الكمامات وجدت عشان تحميك من الرذاذ عشان تحميك من مسك الأسطح اللي عليها وسخ ومسك وجهك فهذا هذا الهدف الرئيسي من الكمامة ولن تحميك من الرذاذ او تحميك من الفيروس بشكل مباشر السؤال اللي بعده أينفع استخدام الوقاية كمامة PM205 أي كمامة ممكن تقيك أو تخفف من عرضتك للإصابة دكتور الأسعار زادت في العراق وما عدنا إمكانية نشتري حسبنا الله ونعمى الوكيل أنا خايف على نفسي وخايف عائلتي الله يستر علينا وعلى أبنائنا وإخواننا في الوطن العربي كله الوضع صعب جدا فعلا الله يبارك فيك بارك الله فيك يا أخي ملاحظة إذا كنت مريض وتخشى أن تعدي الناس يكون لون الكمامة الأزرق للخارج وإذا كنت سليم وتخشى أن يعديك الناس يكون باللون الأبيض للخارج هذا هو فلتر الكمامة هل هذه المعلومة صحيحة؟ المعلومة للأسف لا دائماً اللون أو الملون هذا بيكون للخارج والأبيض للداخل حشرح الكل يش اللي في الخارج هاي طبقة قطنية بتخفف من دخول الرذاذ إلى داخل الوجه وهنا فيه زي مادة بلاستيكية عشان اللعاب تبقى الفم لما ينزل هون المية ما تزيد فإذا أنت لبست هذا رح يتصير كتير مية هون ورح يصير ما فيه تأثير للكمامة فالصحيح أنك تلبس الملون إلى الخارج بغض النظر أنت مريض أو مش مريض طيب هل يمكن استعمال ال N95 لأكثر من مرة؟ طبعاً زي ما حكيت أنا مرة واحدة يجب استخدامها في أقصى الحالات إذا ما عندك لا حول ولا بس بدك تحاول أنك تخفف من هذه إلى هذا يعني لو كل يوم تغير كمامة لو تبقى لإنفا دكتور كمامة أعتقد تبقى ثلاث أيام لا لا تبقى ثلاث أيام زي ما حكينا كل ما تشيل عن وجهك لازم تغيرها أو تتبلل هذول الحالتين طبعاً أحد الأصدقاء يسأل فيش سعرها الله أعلم الآن الأسعار اختلفت أنا شريت عدة بوكسات من هذا قبل أسبوعين كان سعرهم 20 دولار على الأمازون الآن حوالي 80 دولار هاي العلبة اختلفت الأسعار عالمياً مش بس عندكم إحنا موجدين هنا وسعرها غالي في العراق الله يعينكم صارب 50 ألف العادية شكراً جزيراً على موضوع الماسك عاشت إيديك أهم شيء صحة المواطن الله إن شاء الله زين يا دكتور إذا ما قدرت تغير الكمامة كل يوم زي ما حكينا إذا ما قدرت تغير الكمامة يعني لا حول ولا لكن الأفضل إنك تغيرها لأنها هي بتتلوث الكمامة يعني هي بؤرة الوسخ فالأفضل إنك ما تطلع إذا ما عندك كمامة ملاحظات مهمة دكتور جزاك الله خير أنا بقناتي نزل طريقة خياطة ماسك شكراً للأخت ناهد بكر عندها بالقناة عملة ماسكات خياطة الماسكات الخياطة ممتازة جداً لكن لازم تسوي أكثر من ماسك عشان تقدر تغسلهم يعني تشيل الماسك ما تلبسه ثاني يوم لازم تغسله فهذه شغلة مهمة شكراً لك دكتور نالغالي بارك الله فيكم أحسنت والله أنا في فلسطين طبعاً هاي بعض الأسئلة اللي حاولنا نجاوب عليها عن موضوع الكمامات طبعاً في شركات كاملة في الصين اللي تحولت إلى صناعة الكمامات هاي الشركات أصلاً شركات شغلات ثانية مثلاً في شركة سيارات مشهورة في الصين الآن عملت كل مصنعها غيرت وقفت السيارات وبدأت تصنع كمامات أدمه في نقص مش بس بالصين بس بالعالم كله الآن وجدوا كمامة جديدة في الصين راح يحطوا عليها النانو النانو هو عبارة عن مادة عازلة جداً بيستخدموها في طلاق السيارات والأشياء اللي زي هي لما يحطوا النانو هذا بتوقعوا أنه ممكن تستخدم هذه الماسك نفسها لمدة أكثر من عشرين مرة وراح يكون سعرها بسيط جداً لأن مادة النانو الآن صارت في متناول المصانع الآن طبعاً بدنا ننتقل إلى موضوع الكمامات حنحكي عن الكمامات حكينا مرة الماضية N95 Medical Mask Medical Mask اللي حكينا عنها في عنا أكثر من واحدة وهي السيرجيكال ماسك اللي حكينا عنها بتكون أكبر طيب هذول عدة ماسكات موجودة مش موجودة بس شو نسوي الآن حوارجيكم كيف تسويوا ماسكات انتو بنفسكم أوكي أول شغلة اللي حكينا عن طريق لمس العيون يعني أنت لمست الأرض أو لمست الطاولة ولما تلمس عينك ممكن ينتقل هذا الفيروس فلازم تلبس شغلة مضادة لذلك أوكي ممكن تبعت اللحام ممكن تبعت السباحة أهم إشي إنك تحمي عينيك من الفيروس أنا اخترعت طريقة طبعا فيه إشي اسمه ميديكل فيشيال ماسك بتيجي بكل الوجه بس برضو هاي غالي ومش بتناول الجميع فأنا حورجيكم الآن طريقة اخترعتها سهلة جدا أوكي بتجيب نظارة إذا أنت عندك نظارة إذا ما عندك أنا جبت نظارة من تبعوني الدعايات كان فيها العدسات ما بدنا إياهم شناهم أوكي وجبت المغلف تبع اللي بنحط فيه ورق هذا لازم يكون نظيف أوكي وبالمختصر بتعملها بالنص بتحط مشبك على اليمين ومشبك على الشمال وبتلبس النظارة وهيك بتحميك بتحمي كامل وجهك زي ما أنتوا شايفين عناي وجهي كله تقريبا ماحمي وإذا بتلبس تحتيها السيرجيكال ماسك أو الماسك العادية تعطيك حماية رائعة ومضوع سهل شايفينه سهل جدا يا جماعة أوكي هذه أحد الطرق اللي ممكن تسووها بتحمي كل الوجه الطريقة الثانية حكينا عنها حوارجيكم الطرق كمان يعني الطريقة الثانية حكينا عنها بتجيب بش كير عادي بش كير وبتعمله تقريبا هيك وبتحط في هذا المكان مغاطة أو مضطيطة أو ربر وبتحط واحد هون أوكي زي ما أنتوا شايفين عاملينه بينك للصبايا أوكي وهذا الماسك بتضبطه قبل ما تطلع من البيت سوري يعني هذا ممكن يحميك شوية أوكي إذا قدرت إنك تحط حديدة في الأعلى بكون برضو ممتاز هذا النوع الثاني من الماسك بدأو رجيكم الآن آخر ماسك بدأو رجيكم إياه اليوم في هذا محارم العادية محارم العادية تبات المطبخ بتجيب ثلاث طبقات منه وبتطعجه بطريقة المروحة الصينية إذا بتتذكروها مروحة الصينية وبتجيب مغاطة وبتلفها على الجانب الأول بتجيب واحدة تانية بتلفها على الجانب التاني زي ما انتو شايفين صارت عندي فيشيل ماسك وعن هي مش الحماية الممتازة لكنها أفضل من لا شي هاي انتو شايفينها ماسك جديد نضيف ما فيه أي أوساخ ما فيه داعي ان يعيد استخدام نفس الماسك عشر مرات واضح طيب الآن هاي تنكب عزباله بعد استخدام الماسك حورتيكو ماسك سوته دكتورة طبيبة روسية هي أو أوكرانية لطل الأصل عملت هذا الماسك أيام تشيرنوبل واستخدمته أيضا في ديسمبر استخدمت حمالة الصدر أو الصدريات حق المرأة وزوء اللي بتلبسوها النساء وقصت بالنص واستخدمت ما هو الربر وعملت هذا على الوجه وهذا برضو استخدمته كماسك في حالات إنه ما عندك أي ماسك في طرق جديدة طرق رائعة حوارجيكم هاي الفيديوهات في النهاية وإن شاء الله رب العالمين تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو إن شاء الله رب العالمين تكونوا استفدتوا يبعد عنكم جميع الأمراض ويشفيكم وما يكون في عندكم أي تضرر يا رب وإذا استفدتوا من هذا الفيديو أرجو أرجو منكم الدعوة فقط يعطيكم الحافية والسلامة السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علىنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد